اكد احتفال الاتحاد العربي لتطوع مؤسسة محمد بن فهد العالمية لتوزيع قلادة التكريم لعدد من المؤسسات والمنظمات العربية والذي اقيم بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة اكد ان مملكة البحرين ارست قواعد العمل التطوعي والانساني بفضل الجهود التي بذلتها المملكة في العمل التطوعي وتأصيل مفهوم العمل الانساني في ظل قيادة جلالة الملك المعظم وقد امتد تأثير مملكة البحرين الايجابي ليشمل بخيره كل مكان وهو ما ظهرت جليا في حفل تكريم الاتحاد العربي للتطوع في جامعة الدول العربية حيث كانت المملكة حاضرة وبقوة في هذا الاحتفال مراسلنا في القاهرة والتفاصيل شهد مقر جامعة الدول العربية حفل توزيع جوائز قلادة مؤسسة الامير محمد بن فهد العالمية وبرعاية الاتحاد العربي للتطوع لأفضل الأعمال التطوعية في النسخة الرابعة لها بحضور عدد من كبار المسؤولين بالجامعة ورئيس البرلمان العربي عادل العسومي وممثلين عن مؤسسات العمل العربي التطوعي والخيري وكان الاحتفال فرصة لتكريم العديد من المؤسسات والمنظمات والهيئات غير الربحية من معظم الدول العربية وفي المقدمة مملكة البحرين كل شعب البحرين اليوم يعد رمز من رموز الإنسانية والحمد لله نفخر بأن البحرين لها الرياضة في مجال التنمية البشرية في مجال تنمية الإنسان في مجال العمل الإنساني ولا شك جلالة الملك أرسى هذه الغواعد من خلال طبعا كثير من المبادرات ولعل أهم هذه المبادرات طبعا المؤسسة الخيرية للأعمال الإنسانية اللي غيدها طبعا سموه شيخ ناصر بن حمد آل خليفة المنارة كبيرة في العالم يعني تعكس معدن الإنسان البحريني وتعكس رؤية جلالة الملك الله يحفظه وكانت المملكة حاضرة بقوة في الاحتفالية بمشاريعها التطوعية والإنسانية وبأبنائها الذين أثروا هذا المضمار النهضة التطوعية داخل مملكة البحرين جدا قوية وجدا حاضرة المشاركة البحرينية في الساحات الدولية العالمية في العمل التطوعي أيضا حاضرة من خلال الأفراد ومن خلال المنظمات كان عندنا هذه السنة طائزين من مملكة البحرين على مستوى الأفراد وعلى مستوى المؤسسات كان لهم حضور طيب مشاريعهم استعرضوا مشاريعهم معانة في جامعة الدول العربية طلعت باقي الدول وباقي المشاركين على هذه التجارب البحرينية مثلوا مملكة البحرية الخير تمثيل ونالت الدول العربية العديد من الجوائز من الاتحاد العربي للتطوع ومؤسسة محمد بن فهد لمشاريعها التنموية والإنسانية ذات الطبيعة التطوعية والعطاء الدولي يمكن القول أن المجموعة من الشارع البحرية التي فازت كانت استطاعت أن تتميز ونحن لما نقول مسابقة على مستوى العالم فالتميز لا يكون محلي بل يجب أن يكون في نوع من المنافسة على مستوى إقليمي ومستوى دولي وهذه هي القيمة العليا للمشاريع البحرانية المشاركة التي استطاعت أن تنافس ليس على مستوى محلي بل على مستوى المنطقة ككل كلمات الحضور في احتفالية الاتحاد العربي للتطوع ومؤسسة محمد بن فهد العالمية كلها أكدت على الدور المهم لمملكة البحرين في إرساء دعائم مفهوم العمل العربي المشترك والتطوعية لخدمة المجتمعات العربية والتنمية المستدامة تظل مملكة البحرين فاعلا وداعما مهما في مجالات العمل التطوعي والإنساني بفضل توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة المعظم حافظه الله واليوم تكريم جديد لمملكة البحرين في جامعة الدول العربية من الاتحاد العربي للتطوع ومؤسسة محمد بن فهد العالمية شكري عبد الحميد لتلفزيون مملكة البحرين القاهرة ترجمة نانسي قنقر